مكتب النائب الأول وطنية الشابة الطموحة التي انضمت إلى برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية وقال لقد أثبتت هذه الكفاءات قدرتها على تلبية متطلبات البرنامج وما تحمله من امكانيات لخدمة الوطن وهو ما يبرهن على أن البرنامج يتجه في مساره الصحيح بإسهامه في تمكين الشباب وتشجيع طاقاتهم في الإبداع والابتكار وهو ما يوجه إليه دائما حضرته صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه النخبة المحتفى بها اليوم من الشباب لتعزيز إمكانياتهم الذاتية والمهنية وهم يتسمون به من سمات قيادية ليعودوا إلى مواقع عملهم حاملين ما يثرون به عطاءهم وأداءهم وليعطوا الأثر الإيجابية في مختلف قطاعات العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ونقل معالي الشيخ سلمان شكرا وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه واستذكر معاليه دور سمو ولي العهد حفظه الله في تأكيد أهمية البرنامج والعمل على استقطاب أفضل الكفاءات الشبابية العاملة بالقطاع العام ليكون هذا البرنامج مبادرة بحرينية خالصة مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي يدخل عامه الرابع لقى إشادات واسعة من جهات حكومية وجامعات كونه نموذجا فريدا حيث تم تصميمه دون مثال سابق له ودعم علي الشيخ سلمان بن خليفة منتسبية دفعة الثالثة إلى مواصلة تطوير الذات للمحافظة على هذا المستوى الذي برزوا به طيلة فترة انتدابهم بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وخلال الحفل ألقى النقيب مرزوق عبدالكريم سالم من وزارة الداخلية كلمة نيابية عن منتسبية دفعة الثالثة من البرنامج رفع فيها أسماء آيات الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة لهذا البرنامج وإتاحة الفرصة لهم للانتساب إليه كما شكر معا للشيخ سلمان بن خليفة لمتابعته اليومية المتواصلة لهذا البرنامج هذا تم خلال الحفل تكريم منتسبية دفعة الثالثة من البرنامج وتسليم جائزة المنتسب المتميز في الدفعة للسيد عبد الرحمن عصام عبدالله وذلك بترشيح من زملائه في الدفعة وقدم سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي مجسما لمدرسة الهداية الخليفية لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تقديرا للدور البرنامج برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية ترجمة نانسي قنقر